بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تقدم معنا الكلام أنه يتأكد استحباب الصلاة في مسجدين وزيارة قبور ثلاثة أما المسجدان فهما المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة ومسجد قبا والصلاة فيه بأجر عمره وأما القبور الثلاثة فأولها وأعظمها وأشرفها القبر الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر عمر رضوان الله عليهما وأما المقبرة الثانية فهي مقبرة بقيئة الغرقد التي ضمت نحو من عشرة آلاف من الصحابة على رأسهم السادة الأجلة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وأمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين الأربعة وعمتاه صفية وعاتكة وصبته الحسن ابن علي وابنه إبراهيم وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين وأما المقبرة الثالثة فهي مقبرة شهداء أحد إخوتي وأخواتي أحد جبل عظيم من جبال المدينة المنورة بل هو سلسلة جبال وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر فرأى أحدا قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكان يؤز راحلته عليه الصلاة والسلام أزا من أجل أن تسرع وذلك شوقا منه صلوات ربي وسلامه عليه للمدينة أيها الإخوة والأخوات موقعة أحد كانت في شوال من السنة الثانية من الهجرة وتحديدا يوم السبت الخامس عشر من شوال وذلك حين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش من مكة تريد أن تثأر لما أصابها يوم بدر حين قتل من سراتها سبعون وأسر سبعون فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وكان رأيه أن يبقى الناس في المدينة فيقاتلهم الرجال على الأرض ويقذفهم النساء والصبيان من فوق أسطح البيوت وتقديره عليه الصلاة والسلام أن المدينة فجاجها ضيقة وأهلها أعلموا بتلك الفجاج وأخبر وأنه من العسير على جيش كثير عدده أن يأتي فيغزوها هكذا دون أن تصيبه مقتلة عظيمة لكن الصحابة الكرام الذين ما شهدوا بدرا كان رأيهم أن يخرجوا للقاء هؤلاء وكان ممن يؤيدون هذا الرأي أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي قال يا رسول الله لا يظن أعداء الله أن قجبنا عن لقائهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن أغلب الناس مع الخروج نزل على رأيهم ودخل بيته فلبس لأمته ووضع على رأسه بيضته وخرج ليصلي بالناس صلاة الظهر فندم الصحابة قالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك إن شئت بقينا في المدينة وقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة العظيمة قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ثم قال لهم إني قد رأيت والله خيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله يعني في منامه فقال رأيت كأن بقرا تذبح وكأن في سيفي ثلمة أي كسرة وأني أدخلت يدي في درع حصينة قالوا فما تأولتها قال أما البقر التي تذبح فنفر من أصحابي يقتلون وأما الثلمة التي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل وأما الدرع الحصينة فهي المدينة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى أحد فجعل ظهره عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد حيث يكون ظهره عليه الصلاة والسلام مؤمن ثم قسم أصحابه رضوان الله عليهم وهناك جبيل صغير يمكن أن يؤتى المسلمون من قبله فأقام عليه الصلاة والسلام خمسين رامية وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأعطاهم أوامر عسكرية صارمة قال لهم لا تبرحوا أماكنكم لا نؤتين من قبلكم لا يعلونا انضحوا عنا بالنبل مهمتكم قاصرة على شيء واحد هو أن تبقوا على رأس هذا الجبل تنضح هؤلاء المشركين بالنبل إن كانت الدائرة لنا أو علينا لا تبرحوا أماكنكم إن رأيتمون قد تخطفتنا الطير لا تبرحوا أماكنكم فكانت أوامر صارمة من الرسول عليه الصلاة والسلام وقد خرج مع المشركين جماعة من نسائهم فيهن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب وهو قائد جيش المشركين وكذلك زوجة صفوان بن أمية وزوجة عكرمة بن أبي جهل وكانت هند تحمش الناس حمشا شديدا تحرضهم على القتال تقول إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق نحن بنات طارق نفرش النمارق إلى آخر ما كانت تقول وكان المشيكون يدقون بالطبول من أجل أن يبعثوا في جنودهم حماسة وشراسة وثباتا في القتال ودارت رحى الحرب والمسلمون على يقين من أن الله معهم وما هي إلا ساعات معدودات حتى كان المشركون يولون مدبرين لم ينالوا خيرا وبدأ صحابة رضوان الله عليهم في جمع الغنائم وحصد رؤوس هؤلاء المشركين هؤلاء الرماه رضوان الله عليهم الذين كانوا على الجبل ظنوا أن الحرب قد وضعت أوزارها فهؤلاء المشركون قد ولوا الأدبار وهؤلاء إخواننا يجمعون الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم وغنم ما بالنا نبقى هاهنا فلننزل والنجمع الغنائم مع إخواننا عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال لهم وي لكم أما تذكرون وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وما زال يذكرهم بالله لكن القوم لأمر قدره الله ما سمعوا كلامه ما بقي معه سوى نفر قليل خالد بن الوليد رضي الله عنه كان إذ ذاك رجلا مشركا يقاتل في صفوف المشركين لما رأى جبل الرماتي قد خلا أحدث ما يسمى في العلوم العسكرية بالالتفاف رجع رضي الله عنه ومعه جماعة من مقاتلة قريش فجاءوا فكروا على المسلمين قتلوا أولئك الذين كانوا على الجبيل وعلى رأسهم عبد الله بن جبير ثم بعد ذلك نزلوا وأعملوا سيوفهم اضطربت صفوف المسلمين منهم من ولوا مدبرين وما ردتهم سوى حيطان المدينة وفيهم أنزل ربنا جل جلاله قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله أفور حليم ومنهم من بلغ به الحال أنه لا يدري من يقتل حتى إنهم قتلوا بالخطأ حسين بن جابر حسين بن لام حسين بن جابر المشهور باليمان وهو والد حذيفة رضي الله عنه فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ديته لكن حذيفة تصدق بها على المسلمين فزاده ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في مكانه حتى هشمت البيضة على رأسه هذه الخوذة التي كانت على رأسه من كثرة ما وقع عليها من ضربات السيوف هشمت على رأسه وثبت معه جماعة من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضوان الله عليهم ومن أعظمهم ثباتا في ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة وترس بجسده على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه من كثرة ما أصابه من الضرب والطعن في ذلك اليوم حصيلة المعركة إخوتي وأخواتي أنه قتل من الصحابة رضوان الله عليهم سبعون على رأسهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وقتل كذلك مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وعمر بن الجموح وعبد الله بن عمر بن حرام حنظلة بن أبي عامر وغيرهم وصحابة رضوان الله عليهم أظهروا من ضروب البطولة والشجاعة ما لا يعلمه إلا الله أنس بن النضر رضي الله عنه وعم أنس بن مالك كان يقول غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوما أحد وانكشف الناس قال أنس اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ثم أخذ سيفه رضي الله عنه وانغمس في صفوف المشركين يهدهم بالسيف هدى يقول أنس بن مالك وهو ابن أخيه وسمي على اسمه يقول فوجدناه بعدما قضت الحرب أو زارها وبه ما بين ثمانين ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وما عرفته إلا أخته ببنانه وكنا نرى أنه فيه وفي أمثاله نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سعد بن الربيع رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من ينظر ما فعل سعد بن الربيع فقال أحد الناس أنا يا رسول الله فذهب فوجد سعدا رضي الله عنه وبيه رمق فقال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك قال وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته قل له جزاك الله خير ما جزا به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وقل لقومك لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف واهل لريح الجنة إني لأجدها من دون أحد ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه إخوتي الكرام شهداء أحد حقهم علينا أن نزورهم كما كان يزورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقف أمامهم متأدبين متخشعين مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين جزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم خيرا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جنات النعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة